أنا دفة شرف مسلسل مماليك هو إخراج حزم فودا وتأليف هشام هلال ماريان وبطولة مجموعة كبيرة جدا من الممثلين وأنا مشاركة في المسلسل دايك كدفة شرف دفة شرف حلقاتي يعني مش كل المسلسل هو 60 حلقة إن شاء الله حيبتدي عرضه يوم 1-1-2022 بإذن الله على قناة النهار هو أنا بتعرض للضرب في المسلسل وحزم من المخرجين اللي بيحبوا الضرب بجد فأنا ما عرفتش ده إلا يوم التصوير صراحة أو لحظة التصوير قيت ستتين أو ثلاث ستات ما شاء الله من الستات الكتير قوي عارف لو 5-6 ستات في بعض فعمالي يقول لهم أنا عايز ضرب بجد وأتقولوا أنت بتكلم جد ولا بتهذر أنا لو خدت ألم من واحدة بينهم أرواح بداية فقال لي ما تخوي فيهم شو سبيهم براحتهم قلتهم مش مشكلة يعني هي مش فكرة براحتهم ولا لا هي فكرة فرق الأحجام يعني هو أنا فعلا لو يعني واحدة ست من دول تحجمت علي حتأزيني رسمي يعني يعني رضغت زي ما يقولوا كده للأمر الواقع أن احنا منصور فلاقيت واحدة بتمسكني من شعري كده وبتخبطني في الأرض بجد من وشي فقالت كل خدت الأرض كلها كده يعني كان في ضرب ضربه ضرب حقيقي جدا لا كدمات دي كان كل جسمي أنا كنت غاختها لا كان كل جسمي بقى كدمات ضرب بجد بقى وشلاليت وبوكسات ومش عارفة إيه بتقلمت بجد يوميها دايقت فعلا بجد هو أنه لما نزلت الصور أنا ما كتبتش أي حاجة على الصور يعني ما قلتش الصور دي من إيه أنا نزلت الصور زي ما هي ويعني فكرة إنها عملت كل الصدى ده ده فضلكوا طبعا أنتو الصحابي بجد والله صحابي وحبيب الصحفيين كانوا فعلا قلقانين أنا لما جاءت من تصوير تاني يوم لقيت عندي مثلا تسعمائة رسالة فمعرفتش أرد على مين ولا مين يعني لقيت إن فعلا كل صحابي مخضودين وكل صحابي قلقانين فكل الناس كانت قلقانة فعلا فدي ده بفضلكوا والله أقسم بالله ما بفضل أي حد يعني ولا شطارتي لو أنا شطرة في موضوع الترند كنت أحب أترند على طول إنما أنا ما بعرفش عمل ترند إزاي الحمد لله ده الحب مش الشطارة يعني أنا مش شطرة يعني أنا مش بعرف أعمل ترند ومش بعرف إن أنا أبقى طول الوقت متصدرة مش عارف إيه بس هو الحب الناس وحب الصحفيين عشان يعني زي أفضلك كده أغلب الصحفيين صحابي ففعلا كان كلهم كانوا قلقانين بجد وكلهم أنا عندي كان تسعمائة رسالة على الواتساب كله براس يعني كله مكتوب جنبه براس ما كانش فيه أي يعني وأغلب الناس كانت بتسأل إنتي كويسة ولا لأ ما كانش حد بيسأل هل إنتي ده حقيقي ولا مش حقيقي يعني يبقى قليلين الناس اللي كانوا بيسألو هل ده حقيقي ولا لأ إنما أغلب الناس اللي كانوا بعتين لي على الواتساب كانوا بيطمنوا علي بجد هل أنا فعلا حاصل لي حاجة ولا لأ فده بفضلكو والله بفضل الصحفيين اللي بيحبوني وصحابي أنا بحضر دلوقتي أغاني يعني بصور دلوقتي أنا مؤمن نصور ثلاث أغانيين إن شاء الله حنبتدي نصورهم أسواق جاي أو اللي بعده يعني حسب ما السكتجول بتاع التصوير يطلع هو ده اللي أنا مهتم بيه بقى الفترة الجاية بعد المماليك عشان لسه المماليك حنخلص تصوير على شهر 12 عندي واحدة شئية جدا وعندي واحدة رومانسية وعندي واحدة دراما إن شاء الله هو ده المخطط بتاعي إن أنا ألحق واحدة راس السنة واحدة تنزل على فالنتاين واحدة تنزل بعد فالنتاين يعني ينزلوا التلاتة ورابعة كل واحدة بعد التانية شهر شهر ونصف مثلا إن شاء الله يعني الدراما اسمها الحاجة الحلوة دي كلمات سيد علي والحين أحمد يوسف وتوزيع طريق حسيب حكاية بنت دي أغنية رومانسية سيد علي وأنا كذبين الكلمات مع بعض وأحمد يوسف برضو الملحن وتوزيع أحمد عبد العزيز وفيه أغنية اللي هي الشائية دي شحار فأقولك اسمها دلوقتي عشان إحنا محتارين ما بين ثلاث يعني ثلاث أسماء بالضبط يعني ثلاث أسماء أنا عايزة اسم والمخرج عايزة اسم والملحن والموزع أحمد عبد العزيز عايزة اسم فإحنا لسه محتارين لسه مستنيين لما خلص يعني نصور ونخلص فنعمل زي ما بقولوا كده يعني كونسولتو أطبع سنة عرف عن سميها إيه فدي برضو كلماتي أنا وخلت حمزاوي الممثل وألحن وتوزيع أحمد عبد العزيز دي بقى هتبقى حاجة مطرع جدا يعني حتى مش ستايلي ولا شبهي وأول مرة عمل ستايل ده تماما فهي اللي محتارين إن إحنا حسميها إيه